نظرة لتلك الليلة التي راحت فيها أرواح على متن السفينة الغارقة تايتانيك يتيحها متحف آثار السفينة المنكوبة الذي يفتح أبوابه للزائرين في العاصمة البريطانية لندن تايتانيك أكبر سفينة في عصرها وكان يعتقد أنها غير قابلة للغرق ولكن في رحلتها الأولى من ساوث هامتون إلى نيويورك في أبريل عام 1912 استضمت بجبل جليدي وغرقت مما أصفر عن مقتر حوالي 1500 راكب بعد أكثر من قرن من الزمان يعد معرض تايتانيك شاهدا على النداء الدائم لمأساة ألهمت الأفلام والمصرحيات الموسيقية والكتب منذ ذلك الحين نجا 12 شخصا في قارب نجا فر من السفينة لكن القارب نفسه ابتعد واختفى في شمال المحيط وتم اكتشافه بعد شهر وعندما تم نقل القارب إلى نيويورك وإجراء المسح وجدنا خاتما لراكبة سويدية حاولت التشبث بالقارب دون جدوى المعرض يصف بعضا من أكثر من 200 قطعة لم يسبق رؤيتها في بريطانيا من قبل وتشمل مذكرات يحتفظ بها راكب فنلندي بالإضافة إلى زوج من الأحزيات ترتديه فتاة تمكنت من العيش مع أسرتها وهي واحدة من القلائل الذين ظلوا على قيد الحياة كما يقدم المعرض قصص العديد من المآسي الفردية في تايتانيك في الواقع ما نعتقده هو أن الناس سيكونون قادرين حقا على فهم قصة تايتانيك بشكل أفضل ونأمل أن يواجه العديد من الأساطير والمفاهيم الخاطئة التي لدينا عن القصة وأن نواجه بالفعل القصة الحقيقية من خلال المصنوعات اليدوية الحقيقية وقصص حقيقية تم إحياء العديد من قصص تايتانيك بعد أكثر من مائة عام من المأساة ومن المتوقع أن تستمر الحكاية المأساوية للسفينة في جزب انتباه الجمهور لسنوات قادمة ترجمة نانسي قنقر